السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علامات الساعة الصغرى ومن بين تلك العلامات فتح القسطنطينية نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامات الساعة الصغرى فتح القسطنطينية وده يكون بعد الملحمة الكبرى مباشرة وقبل خروج المسيح الدجال تعالوا نعرف الأول إيه هي القسطنطينية طبعا القسطنطينية هي الآن هي اسطنبول التي في تركيا لكن القسطنطينية كانت زمان كانت عاصمة للدولة البيزنطية عدة قرون وكانت تعرف قديما باسم بيزنطة ثم لما ملك قسطنطين الأكبر لو ملك الروم بنى عليها صورا كبيرا وسماها القسطنطينية وجعلها عاصمة لملكه ثم أذن الله عز وجل أن تسقط القسطنطينية في أيدي المسلمين في عهد الدولة العثمانية في عهد محمد الفاتح رحمه الله رحمة واسعة سنة 1453 ميلادية سنة 857 هجرية وطبعا ده كان هناك بشارة نبوية من عند النبي صلى الله عليه وسلم بفتح القسطنطينية طبعا القسطنطينية هي اسطنبول اليوم هي عاصمة تركيا بلد إسلام لكن قال بعض أهل العلم أنها في آخر الزمان ستقع في أيدي الروم الأوروبيين وهذا الكلام طبعا سيؤلم المسلمين لكن تأتي بعدها البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين سوف يستردوا القسطنطينية مرة أخرى في آخر الزمان ولكن بغير قتال بفضل الله سبحانه وتعالى طبعا ذكرنا في الحلقة الماضية أن الملحمة الكبرى أن الجيش الذهب لقتال الروم في الملحمة الكبرى تلت الجيش انهزم وهؤلاء لا يتوب الله عز وجل عليهم أبدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والتلت الثاني نال الشهادة وهم أفضل الشهداء عند الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتم الفتحه على يد التلت الأخير من الجيش هزموا 960 ألف واحد من الروم بفضل الله سبحانه وتعالى هذا الجيش على ما تم فيه من قتل عدد كبير من الشهداء وعلى ما بهم من جراحات شديدة جدا هو ده الجيش الذي سيتوجه لبعد ذلك لفتح القسطنطينية ومعنى أن الجيش يذهب لفتح القسطنطينية معناها زي ما قلنا أنها أخذت من المسلمين وأن هذا الجيش سوف يستردها مرة ثانية بفضل الله سبحانه وتعالى وعلى فكرة بقى يعني من باب المعلومة قد لا يعلم كثير من الناس أن القسطنطينية أصلا أخذت من المسلمين في فترة من الفترات سنة 1918 أعقاب الحرب العالمية الأولى سقطت إسطنبول ليه القسطنطينية أعقاب الحرب العالمية الأولى سقطت في أيدي الإنجليز والفرنسيين والإيطاليين احتلوها ده خمس سنوات لم تعد إلا في سنة 1923 بعد معهدة لوزان في سويسرا بفضل الله سبحانه وتعالى هذا الكلام طبعا قد يحزن المسلمين لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشياء أشدة من ذلك مثل خراب يثرب ليه المدينة المنورة في آخر الزمان قبل الملحمة الكبرى مباشرة كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب عمران بيت المقدس يعني أن الناس تقبل على السكنة في بيت المقدس أو نزول الخلافة في بيت المقدس بعدها مباشرة خراب يثرب ليه المدينة وخراب يثرب خروج الملحمة ليه بعدها وخروج الملحمة فتح الكسطنطينية وفتح الكسطنطينية خروج الدجال يعني كل حاجة وراء التانية بل ذكر النبي أيضا صلى الله عليه وسلم رفع الكرآن من المصاحب والصدور في آخر الزمان وهذا أمر يؤلم المسلمين فتعالوا نتكلم عن تلك الأشياء ولكن بعد الفاصل إذا حبيب تعالوا نكمل مع بعض فتح الكسطنطينية كيف تم فتح الكسطنطينية وقلنا أن معنى فتح الكسطنطينية أنها أخذت من المسلمين ثم تعود في آخر الزمان بفضل الله سبحانه وتعالى وإن كان هذا الأمر يؤلم المسلمين فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أشد إلاما من ذلك أخبر النبي عن قاراب يثرب إليه المدينة من وراء في آخر الزمان وأنها ستخلو من كل الناس قبل يوم القيامة في آخر الزمان بل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان أيضا سيرفع الكرآن من المصاحب كما أخبر كما في الحديث اللي روى الحاكم وابن ماجه بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب يعني يتلاشى الإسلام من قلوب كثير من الناس في آخر الزمان كما يتلاشى اللي هو النقوش التي تكون على الثوب من كسرة الغسيل يتلاشى تلك أو تتلاشى تلك النقوش يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك تخبر بالك بقى ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية الله أكبر ليه بقى لأن في الوقت ذه تكون الريح الليلة قبضت أرواح المؤمنين ولا يبقى على الأرض إلا الكفار فلا يستحقون وجود الكرآن ولا يستحقون وجود الكعبة ولذلك أخبر النبي أيضا أن الكعبة ستهدم في آخر الزمان ولن ترفع قواعدها ولن تعود بعد ذلك إلى قيام الساعة وهذا يكون بعد ظهور المسيح الدجال ونزول سيدنا عيسى لقتله وبعد التخلص من يأجوج ومأجوج وبعد ظهور علامة الشمس من المغرب وظهور الدب وظهور الدخان والدخان دي آخر علامة كبرى يراها المؤمنون ثم بعد ذلك تأتي الريح الليلة وتقبض أرواح المؤمنين ولا يقى إلا شرار الخلق فينصبون الأصنام حول الكعبة مرة أخرى ولا يصلون ولا يقرؤون الكرآن ولا يزكون ولا يصومون بل ولا يعرفون الله فلا يستحقوا لا وجود الكعبة ولا وجود الكرآن بينهم ولا حول ولا قوة إلا بالله ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري المسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين راجل اسمه ذو السويقتين من الحبشة وفي رواية عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه ينقضها حجرا حجرا يعني كأني شايفه دلوقتي وهو بيهدم الكعبة حجرا حجرا بل أخبر النبي أيضا صلى الله عليه وسلم بكثرة الفتن في هذا الزمن وفي آخر الزمان وكثرة القتل في آخر الزمان لكن مع ذلك تأتي البشرة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما أخذت الكسطنطينية أو كما ستأخذ أيضا مرة أخرى ستعود مرة أخرى إلى المسلمين في آخر الزمان بعد سقوطها في أيدي الروم ثم تعود إلى المسلمين ولكن ستعود بطريقة غريبة جدا بفضل الله سبحانه تعالى بلا قتال لن يقاتلوا لن يضربوا سهما ولا سيفا ولا رمحا وطبعا القتال في الوقت ده هيكون على الخيول وبالسيوف وبالرماح وبالسهام لأن التكنولوجيا ستكون قد قضي عليها في ذلك الوقت إما لحرب نووية الله أعلم وإما أن الأسلحة موجودة وكل حاجة ولكن وسائل الوقت كلها تكون قد نفدت فالأسلحة تكون لا تعمل هيعود الناس مرة أخرى إلى القتال على الخيول وبالأسلحة المعروفة بالسيوف والرماح والسهام ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأحداث التي ستحدث في آخر الزمان من كثرة الزلازل والبركين والملاحم ستجعل العالم يتقلص ولن يبقى منه إلا المنطقة الوسطى من الأرض وعلى رأسها بلاد الشام وأرض الجزيرة وشرق أوروبا ولكن كيف تم فتح القسطنطينية هذا ما سنعرفه ولكن بعد الفاصل تعالوا بقى حبيب نشوف كيف سيتم فتح القسطنطينية في آخر الزمان والقسطنطينية كما قلت لحضراتكم هي اسطنبول عاصمة تركية وكانت هذه الدولة هي عاصمة الخلافة الإسلامية حتى جاء عدو الله كمال الدين أتى ترك عليه من الله ما يستحق فقضى على الخلافة الإسلامية وحارب كل من يظهر أي شعيرة من شعائر الإسلام بل قالها بصراحة لقد آن الأوان لإلغاء الخلافة وتلغى معها وزارة الشرعية ووزارة الأوقاف ولن ندع هناك مدرسة دينية ثم فرض العلمانية على تركيا ومنذ تلك اللحظة والأمة تعيش حياة الزل والهوان بعد أن نحيت الشريعة الإسلامية واستبدلت بهذا القانون الوضعي ومنذ ذلك اليوم والعلمانيون لا يريدون شرع الله أبدا ولا حول ولا قوة إلا بالله ونسأل الله لهم الهداية ومع ذلك يأتي الأمل بأن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الكسطنطينية ستفتح ولكن العجب أن الكسطنطينية لن تفتح بسلاح ولا بسيف ولا برمح ولا بسهم وإنما ستفتح بكلمة لا إله إلا الله والله أكبر أي ورب الكعبة شو أدقوا الحديث رواه مسلم في كتاب الفتن فهذا هو سلاح المسلمين في ذلك الوقت التهليل والتكبير طبعا الكسطنطينية فتحت قبل ذلك على يد محمد الفاتح ولكن كان بقتال أما فتح الكسطنطينية بلا قتال لم يقع حتى الآن ولذا روى التلمذي عن أنس بن مالك أنه قال فتح الكسطنطينية مع قيام الساعة يعني في آخر الزمان في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاء يذكر النبي صلى الله سلم تفاصيل فتح الكسطنطينية بفضل الله سبحانه وتعالى بغير سلاح قال النبي صلى الله سلم سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر قالوا بلى يا رسول الله قال لا تقوم الساعة ليه الكسطنطينية ليه إسطنبول قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق وفي رواية حتى يغزوها سبعون ألفا من بني إسماعيل الفرق أن بني إسماعيل هم مسلم العرب وبني إسحاق هم مسلم الغرب اللي هم أسلموا من الغرب بفضل الله سبحانه وتعالى الذين أسلموا في المرحمة الكبرى قال فإذا نزلوا بالكرب منها لم يضربوا بسهم ولا بسيف وإنما سلاحهم التهليل والتكبير فإذا قالوا في المرة الأولى لا إله إلا الله والله أكبر سقط شقها الذي في البحر سقط يعني مش وقع يعني استسلم الجزء الذي في البحر فإذا قالوا لا إله إلا الله والله أكبر في المرة الثانية سقط شقها الذي في البر فإذا قالوها في الثالثة قال يفتح لهم أبواب المدينة فيدخلوها ويغنموا فبينما هم يقتسمون المغانم بعد فتح الكوستنطينية إذ جاءهم الصريخ قال إن الدجال قد خرج يعني المسيح الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون طيب وفعلا هيكون الدجال ظهر بعد فتح الكوستنطينية مباشرة طبعا ذهب الحافظ ابن كثير إلى أن هذا الحديث يدل على أن الروم يسلمون في آخر الزمان ولعل فتح الكوستنطينية يكونوا على أيدي طائفة منهم لأن لما حصلت الملحمة الكبرى كان عدد المسلمين الدين كان عدد المسلمين كبير لكن لم يذكر لكن عدد الروم كان مذكور 960 ألف مقاتل عدد كبير منهم اتقتل وعدد كبير منهم أسلم بفضل الله إلا أسلموا دولة كانوا بيقتل الروم بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى فلذلك هؤلاء الذين أسلموا كانوا من أكابل الجيش الذين خاضوا مع المسلمين فتح الكوستنطينية بفضل الله سبحانه وتعالى واستشهد الحافظ ابن كثير على ذلك بأن هؤلاء الروم الذين أسلموا مضحوا في حديث رواه المستورد الكرشي فقد قال سمعت رسول الله والحديث رواه مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس هم أكثر عدد من الناس فقال له عمر بن العص أبصر ما تقول قال أكون ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ويدل أيضا على أن الروم يسلمون في آخر الزمان حديث أبو هريرة السابق في قتال الروم وفيه أن الروم في الملحمة الكبرى هيقول للمسلمين خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا يعني اللي انتوا أسرتوهم مننا ثم أسلموا وجايين يقاتلونا يجايين يقاتلونا تمام كده يعني أسلموا قبل ذلك قبل الملحمة في المعارك التي كانت بينهم ثم بعد ذلك جايين يقاتلونا فبيقولوا خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فقال المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا لأن دولة طالما أسلموا أصبحوا إخواننا فلحن لا نسلم إخواننا لأحد بفضل الله سبحانه وتعالى قال الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة وهذا موجود في زماننا بل معظم عساكر الإسلام في بلاد مصر والشام سبوا ثم هم اليوم بحمد الله يسبون الكفار يعني كانوا أسرى من الكفار فأسلموا لما رأوا أخلاق المسلمين ثم بعد ذلك بدأوا يقاتلوا كفار ويأخذون منهم أسرى وسبايا بفضل الله سبحانه وتعالى ويأكدوا ذلك ويأكدوا كون هذا الجيش الجيش الذي يفتح القسطنطينية من بني إسحاق أن جيش الروم يبلغ عددهم لما غم يقتلوا المسلمين كان يبلغ عددهم 960 ألف مقاتل فبعضهم يقتل وبعض يسلم ويكون من أسلم مع جيش المسلمين الذي يفتح القسطنطينية بفضل الله سبحانه وتعالى وسواء حبيبي الذين يفتحون القسطنطينية من مسلم العرب أو مسلم العجم المهم أن إن شاء الله سيتم فتح القسطنطينية على أيدي المسلمين بغير قتال وإنما سلاحهم لا إله إلا الله والله أكبر أسأل الله عز وجل أن يمكن للمسلمين في كل زمان ومكان وأن يجمعنوا إياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته